بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته تحياتي لكم متابعين الأعزاء، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية في هذا الفيديو بحول الله متابعين الأعزاء سوف نتحدث عن الطريقة الصحيحة لتبييض بشرة الوجه والرقبة واليدين في وقت قياسي وبطريقة طبيعية صحية وصحيحة كما تعودتم في قناتكم كنوز المعرفة التي عودتكم على الوصفات الحصرية والخاصة فقط بقناة كنوز المعرفة وصفة اليوم هي نزولا عند رغباتكم وطلباتكم كالعادة وطبعا سنعتمد على مكونات طبيعية آمنة تعطي النتيجة من أوائل استخدامها طيب بالنسبة لتبييض البشرة هذه القضية التي تعد عند الكثيرين كأنها أمر صعب لكن مع وصفات كنوز المعرفة فلا شيء مستحيل بحول الله لأن تفتيح البشرة أو تفتيح بشرة الوجه على وجه الخصوص ليست بالأمر المستحيل بل بالأمر السهل إلا أن النصائح الجوهرية التي سنقدمها للحصول على وجه الناصع هو المواضبة على تطبيق هذه الخلطات بالإضافة إلى اتباع المقادير كما سنقدمها بحول الله طيب لنباشر على بركة الله في إعداد الوصفة الأولى والتي سنحتاج فيها إلى مطحون المر أو المر أو مر البطاريخ وقد حضرنا به سابقا لو تتذكرون وصفة قوية جدا لعلاج دوال الساقين وانتفاخ الأقدام وكانت الوصفة رائعة وقوية جدا ولاقت استحسان وإعجاب الكثير من المتابعين لأن ما يحتويه هذا المكون الذي تشاهدونه أمامكم يحتوي على فوائد عظيمة جدا تجعله الأقوى بامتياز فالمر التي تشاهدونها الآن تحتوي على العديد من العناصر المطهرة ويمكن اعتبارها مضادا حيوية وكنا قد تحدثنا في السابق عن كيفية اقتناء المر الأصلية غير المغشوشة وتحدثنا عن لونها وشكلها ونحو ذلك فلمن أراد التعرف على كل هذه التفاصيل فليشاهد الفيديو السابق سيظهر لكم رابطه الآن على الضائرة البيضاء كما سأضع لكم رابطه في صندوق الوصف أسفل الفيديو طيب أول شيء نقوم به هو تحضير منقوع المر لأن المنقوع سنحتاج إليه في كل الوصفات التي سنحضرها اليوم بحول الله أولا تأخذ كمية كافية من المر ما مقداره ملعقة كبيرة وتغسل جيدا بالماء بهدف التخلص من الأطربة والأوساخ العالقة بها وبعد ذلك توضع المر في برطمان زجاجي قابل للإغلاق وتضاف كمية مناسبة من الماء المغلي ويغلق البرطمان جيدا ويحفظ في الثلاجة ومن الممكن إبقاء هذا المنقوع في الثلاجة لحين الاستخدام طيب هنا سوف نتحصل على هذا المنقوع منقوع المر كما تشاهدونه الآن سيكون بهذا الشكل لكن أعيد وأكرر وأؤكد في نفس الوقت حتى تنجح هذه الوصفة لا بد من شراء المر الأصلية وفي حال اتبعتم الطريقة الصحيحة ستنجح معكم الوصفة مليون في المئة لذلك أرجو مشاهدة الفيديو وهو موجود في صندوق الوصف حتى نتأكد من المر الأصلية طيب بعد ذلك نبدأ في تحضير الوصفة الأولى أول شيء نقوم به وهو أن نقوم بإحضار مقدار ملعقة متوسطة الحجم من مطحون المر وأنتم يمكنكم مضاعفة الكمية كما بدى لكم في حال أردتم تحضير كمية معتبرة منها طيب بعد ذلك نضيف بنفس الكمية الأولى مقدار ملعقة كبيرة الحجم من مطحون الأرز طيب لأن للأرز مفعول السحر على البشرة فهو مضاد للأكسادة ومضاد طبيعي للالتهابات ومعالج حتى لحب الشباب كما يمد البشرة بالرطوبة والنعومة ويعتبر مقشرا ومبيض ويحفز في إنتاج الكولاجين طيب بعد ذلك نضيف كمية قليلة من الحليب كامل الدسم قبل أن نستعمل المنقوع الحليب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين A والبروتيين المساعد على تجديد خلايا البشرة وأيضا يحتوي على فيتامين D والكالسيوم المساعد في إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي وأيضا يساعد في منع بروز علامات التقدم في العمر والتجاعيد وكذلك خطوط الوجه طيب هنا سوف نتحصل على هذا الماسك بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة وهو أن يتم تطبيق هذا الخليط على الوجه والرقبة مع الاستمرار في فرق الوجه والرقبة مدة دقيقتين إلى خمس دقائق نترك الخليط حتى يجف تماما حوالي ربع ساعة إلى عشرين دقيقة ثم يغسل الوجه والرقبة بالماء الدافئ وصفة المر بالأرز الحصرية والخاصة فقط بقناة كنوز المعرفة مثل كل الوصفات التي نضعها في قناتنا لذلك أنا أؤكد هنا أن هذه الوصفة ممتازة جدا خاصة إذا التقى الأرز بالمرة سيفعلان المستحيل بالبشرة طيب تستعمل هذه الوصفة لأربع مرات في الأسبوع هذا إذا استعملت مع منقوع المرة بدل الحليب كامل الدسم وهو ما سوف نتحدث عنه بعد قليل أما إذا استعملت بالحليب كامل الدسم فيمكن أن نستعملها يوميا مرة واحدة فقط كل يوم هذه الوصفة قوية لأن من خصائص مكوناتها أن لها القدرة للوصول إلى طبقات الجلد العميقة وبالتالي ستعيد للبشرة رطوبتها ومرنتها وتساعد على التخفيف من الزيوت الزائدة فيها وجعلها أكثر إشراقا بالإضافة إلى منع تكون حب الشباب هذه الخلطة ستجعل البشرة بشرة الوجه بيضاء ناصعة بياضا طبيعيا ولا تسبب أي تهيج على البشرة لذلك أنا أسر عليها وأنصحكم بها طيب بالنسبة للمنقوع الذي حضرناه سابقا للحصول على نتيجة قوية وسريعة جدا لابد من المزج بين الخلطة والمنقوع يكون ذلك أفضل من استعمال الخلطة لوحدها والطريقة سهلة جدا قلنا في السابق أن الخلطة تستعمل لأربع مرات في الأسبوع والثلاثة أيام من الأخرى المتبقية نستعمل فيها المنقوع لوحده بحيث يأخذ القليل من منقوع المرة المحضر سابقا وهذا بوضع قطنة نظيفة داخل المنقوع ويمسح به الوجه لكن يجب أن نتجنب وصوله لمنطقة ما حول العينين وبعدها يترك المنقوع على الوجه لحوالي ساعة كاملة لأن المنقوع هو أقوى من الخلطة من حيث الفوائد بطبيعة الحال لذلك قلت في السابق أنا أفضل المزج بين الوصفتين بين الخلطة وبين المنقوع من أفضل من استعمال الخلطة لوحدها طيب وبعد انتهاء المدة يغسل الوجه بالماء البارد يعني بعد انتهاء مدة وضع المنقوع على الوجه يغسل الوجه بالماء البارد ويستحمل هذا المنقوع في الأيام التي لا نستعمل فيها الخلطة وهذا للوصول إلى النتائج التي لم نكن أبداً نتخيلها سواء في تبييض الوجه أو في تبييض الرقبة يمكن أيضاً أن نضعها على اليدين وبالتالي سنتحصل على نتيجة جد جد ممتازة لذلك أنا أنصحكم بهذه الوصفة طيب ننتقل الآن متابعين الأكارم إلى الوصفة الثانية وهي أيضاً وصفة قوية وممتازة والدليل نجاحها بالتجربة في البداية نأخذ مقدار ملعقة متوسطة الحجم من مطحون المر أو المر ونضيف إليها مقدار ملعقة صغيرة من الكركم أو مطحون الكركم هنا يفضل شراء أعواد الكركم بدل شراء المطحون وهذا تفادياً للغش لأن الأعواد إذا قمتم بطحنها في المنزل سوف تتجنبون الكركم القديم والمخشوش أيضاً الكركم الأصلي سهل إزالته من الوجه أما المخشوش فسوف يترك سبغة على الوجه وتصعب إزالته طيب بعد ذلك نضيف كمية قليلة حسب الحاجة من ماء الورد ونخلط ما بين المكونين الكركم قوي جداً في تفتيح البشرة وتبيضها ومنحها المزيد من الإشراق والنظارة لأن الكركمين يقلل من إنتاج الميلامين ويحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في بناء الكولاجين وفيتامين با ستة الذي يحفز من إنتاج خلايا جديدة لذلك هذه الوصفة بجد وصفة رائعة جداً وممتازة بل وقوية بدرجة لا يمكن أبداً تخيلها طيب بالنسبة لطريقة استعمال هذا الماسك هنا يتم تطبيق الخليط على الوجه والرقبة لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم يغسل الوجه والرقبة واليدين بالماء الفاتر وتستعمل هذه الوصفة أيضاً لأربع مرات في الأسبوع هذه الوصفة ستجعل بشرة الوجه بيضاء بياضاً طبيعياً ناصعاً أما بالنسبة للمنقوع المحذر سابقاً وللحصول على نتيجة قوية وسريعة جداً هنا يفضل المزج ما بين الخلطة والمنقوع وسيكون ذلك أفضل وهذا في الثلاثة أيام الأخرى كما في الوسطة الأولى نستعمل فيها المنقوع بحيث يأخذ القليل من منقوع المرة ونغمس فيه قطنة نظيفة ثم يمسح الوجه مع تجنب وصوله لمنطقة ما حول العينين وأيضاً نستعمله لمسح الرقبة وأيضاً لليدين وبعدها يترك المنقوع على الوجه والرقبة واليدين لحوالي ساعة كاملة ثم يغسل بالماء البارد وبعدها ستدهشكم النتيجة وسترون الفرق الجذري والكلي قبل وبعد الاستعمال ولكم أن تحكموا بأنفسكم الوصفة ناجحة ومضمونة لذلك لا تترددوا أبداً في تطبيقها ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى الوصفة الثالثة والأخيرة وهي المخصصة أيضاً لتفتيح البشرة وإعطائها البياضة الناصعة هنا نحضر مقدار ملعقة متوسطة الحجم من مسحوق المرة ونضيف إليه مكوناً قوياً آخر ألا وهو مقدار ملعقة كبيرة الحجم من الطحينية الطحينية السائلة أقصد طحينية السمسم هنا من يسميها الطحينية وهناك من يسميها طحينية السمسم وأيضاً هناك من يسميها حلوة الأتراك أو حلوة التورك ولديها بطبيعة الحال عدة أسماء أخرى تجدونها في محلات السوبرماركت فقط هنا يشترط أن تكون كمية الطحينية أكثر من المرة بقليل طيب نضيف مقدار ملعقة متوسطة الحجم من مطحون المرة إلى الطحينية ثم نضيف بعد ذلك كمية من المنقوع المرة حسب الحاجة بطبيعة الحال ثم نباشر في عملية الخلط الكل ما بين كل المكونات حتى نتحصل على خليط متماسك طيب بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة وهو أن يتم وضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة ثلاثين دقيقة لكن مع تجنب منطقة العينين كما أشرنا إلى ذلك في الوصفة الأولى والثانية لأن هذه الوصفة تحتوي على منقوع المرة ومنقوع المرة بطبيعة الحال يرجى تجنب العينين وبعد ذلك يمسح الوجه بقطمة مبللة بالماء بلطف وبحركة دائرية ثم بعدها يتم غسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة الطحينية وتستعمل هذه الوصفة ثلاث مرات فقط في الأسبوع وبعدها ستبهرون من نتيجة هذه الوصفة كما سوف ترون بحول الله قوة هذه الخلطة في تضييض بشرة الوجه والرقبة واليدين لا يمكن أبدا تصورها كما أن هذه الوصفة ستوحد لون البشرة وتعالج اختلاف لون الجل وتنظف البشرة من الجل الميت والشوائب لاحتوائها على العديد من العوامل المغذية التي تتغلغل في أعماق البشرة لذلك أنا أسر وأؤكد على هذه الوصفة الممتازة جدا بمكوناتها وخصائصها القوية لذلك أنا أنصحكم بها إذن متابعينا الأفاضل أتمنى أن تكون هذه الوصفات الثلاثة قد نالت إعجابكم ورضاكم لا تنسوا في الأخير الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو والضغط على زر الإعجاب في حال نال الفيديو إعجابكم تقبلوا مني خالص تحياتي دمتم أوفيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته